مع قرب موعد الانتخابات، تستعر المنافسة في محافظة نينوة، ثاني أكبر محافظات العراق من ناحية التعداد السكاني بعد العاصمة بغداد. المحافظة مقسمة إلى ثماني دوائر انتخابية، يمثلها أربعة وثلاثون مقعداً برلمانياً. ويتنافس على هذه المقاعد في الانتخابات البرلمانية أكثر من أربعمائة مرشح من كتل وكيانات سياسية أغلبها من العرب السنة. وبدرجة أقل، كتل وكيانات سياسية تتبع لتحالف الفتح، والذي ينخرط انتخابياً في مناطق تنتشر فيها فصائل تابعة للحجر الشعبي في سهل نينوة. ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد المحافظة توافد زعامات سياسية مختلفة من بغداد والأنبار وصلاح الدين، وتحديداً مدينة الموصل، مطلقة العديد من الوعود والشعارات المتعلقة بإعادة أعمار المدينة وضواحيها، وإعادة النازحين وتعويض الأهالي على الخسائر التي تعرضوا لها جراء الحرب والكشف عن مصير المغيبين من أبنائهم. ومن أبرزهم رئيس البلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والنائب أحمد الجبوري. ويعد توافد القيادات السياسية على المدينة أمراً متكرراً قبيل الانتخابات، فيما تحدث مواطنون عن أن الوعود التي أطلقها المسؤولون في الأسابيع الماضية، هي نفسها التي وعدوا بها الناس في انتخابات عام 2018. ويرى البعض أن الجهات السياسية تريد السيطرة على نينوى بسبب وجود مخصصات مالية كبيرة لها ومشاريع أمار وتطوير. فهذه الجهات تريد الاستحواذ على تلك المشاريع من خلال شركات تابعة لها.